بالنسبة بقى لمادة التربية العسكرية داخل الجامعات المصرية بالنسبة لطلبة الجامعات صدق السيد قائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على تدريس مادة التربية العسكرية للعام الدراسي 2021-2022 لعدد 28 جامعة حكومية و31 جامعة خاصة وأهلية و157 معهد عالي وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الجامعي لارتقاء بالمستوى المعرفي لأبنائنا الطلاب وغرس الانضباط الذاتي وتطوير المحتوى الدراسي وطريقة التدريس بما يتماشى مع الأحداث الجرية وقضايا المعاصرة والمستوى العلمي والمعرفي للطالبة كما بيتم عقد محاضرات بدعوة من محاضرين من إدارة الشؤون المعنوية وكلية القضاء والأركان أكاديمية ناصر عسكرية العليا وتشمل هذه المحاضرات على موضوعات شتى منها التهديدات وتحديات الأمن القوم المصري المخدرات وتأثيرها السلبة على الشباب وأسلوب الوقاية منها دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة شبكة الانترنت ومخاطر التواصل الاجتماعي الأمن السيبراني وأي موضوعات تواكب المستجدات وقضايا المعاصرة لرفع وعي طلاب الجماعات في مختلف المجالات لتنمية القوى الزكية للدولة المصرية مع إتاحة هذه المحاضرات على الموقع الإلكتروني الرسمي لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمجان وكذلك موقع التربية العسكرية بعد مراجعة المحتوى من الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة ستلوها عماد ده بالنسبة للتربية العسكرية هل فيه أنشطة أو ندوات ثقافية لسواء للشباب الجماعات أو المدارس للرفع روح الولاء والانتماء لمصر إمانا من القيادة العامة لقوات المسلحة بأن قضية مصر أولى قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة للحفاظ على وطننا ومقدرات شعبنا والعمل على خلق أجيال جديدة لديها الوعي الكافي والفهم الصحيح لمجرات الأمور وقادرة على مقاومة التأثيرات النفسية المعادية والتعريف بأهمية ما تقوم به القوات المسلحة في صون الدستورة الديمقراطية وحماية المقاومات الأساسية للدولة تم التصديق على تنفيذ عدد 22 ندوة تسقفية خلال العام 2021-2022 بتكون هذه الندوات لطلبة المدارس والجامعات والوزرات والهيئات المدنية بمشاركة كافة أطياف المجتمع بتتضمن عروض فنية ومحاضرات عن خطة الدولة في التنمية الشاملة الأمن القومي حرب المعلومات حروب الجيل الرابع دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة الأمن السيبراني بيحاضرها خبراء متخصصين من أكاديمية ناصر عسكرية العليا وأساتذة متخصصين في كافة المجالات كما ذكرت من قبل ده لكل الجامعات يا فندم وكل المحافظات والوزرات بالضبط بالضبط بالضبط